وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الإفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة وتعزيز الشراكة الإفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائية إلى جانبي تيسير اندماج الدول الإفريقية في الاقتصاد العالمية غادر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أرض الوطن متوجها للعاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية الثانية التي يصطدفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعاصمة الأمريكية بمشاركة 49 من القادة الأفارقة لتعزيز الرؤية المشتركة بشأن مستقبل العلاقات الأمريكية الإفريقية وعقب وصول السيد الرئيس للعاصمة الأمريكية واشنطن كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة الأمريكيون وأعباء السفارة المصرية في واشنطن موسيقى تحية مصر كما حرصت الجالية المصرية على استقبال السيد الرئيس لدى وصول سيادته إلى مطر الأفارقة في واشنطن تحية مصر تحية مصر تحية مصر تحية مصر تحية مصر